تخيل.. تخيل يا أستاذ رمضان الولاد.. الولاد مش عايزين ياخدوا حصة قلت سيبهم براحتهم قلت.. عدي يا بيت.. عدي يا بيت بلاش نكاعة.. عدي ملهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصة يا صلاة النبي احسن لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مصخرة يا أستاذ رمضان الطلبة اللي هنا المدرسة بالنسبة لهم في وصحة كلهم بيعتمدوا ع الدروس الخصوصية يا دمخابة هو المدرس بنينا لما يدخل البيت ويقعد على طلبست السفرة ويتحطوله الشاي والكيك هيبقى له كلمة على العيال بعد كده عليه العوض انت مالك متأثر بكلام كده اصلي ليس سويك الكيك مبارح استغفر الله العظيمة استععوذوا بالله من غضب الله مسكنهم في شقة دلوة اللي ايه؟ طب ما يغطوهم بملاية لحد البوكس ايه يا أستاذ رمضان دول عندهم حسة سويمينج حسة ايه؟ سويمينج يعني سباحة سباحة والنص العارف؟ ده زعاد بينزل معاهم يا نهر ايه سود؟ لا انا شكل هتعف في المدرسة ده هي ايه ده؟ ايه المسخرة ده هي؟ كرة في الفصل؟ اقعد يا هلا اقعد انت يا بيت اقعد على التاختة بتاعك تاختة؟ ايه واي اختي تاختة تريمي انت يا عبدالحليم يا حافظ اقعد مكانك يا اخوي تريمي مكانك وانت نازل رجلك ايه المصيب اللي انا جيت فيه ده هي انت يا هده يا شعري ما عاد فين انت تعيدي تعيد البص قدامك لما الاستاذ يدخل يا بهم انت وهو وهي تقوم وطقفه خيام تنفخ ليه يا رحمة اما انفخ انفخ انا هوريك النفخ بالامتحانات ان شاء الله نتعرف الاول ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودة كويس اوي ما كنتش عارف ان اسم بيضحك ليفت بتاعي ابوك تاني فهمها الا لا لا اخذ اني مش ميستر اني استاذ رمضان تريسهم تريسهم ايه يا ابني دي ايه دي ايه اسمك ايه ايامان كريم الششتاوي كريم الششتاوي ايوة ابن وزير البيئة ايوة 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 ابن وزير البيئة طب ايخوة ما تتنكش اوي كده دي السحابة السودة جاية لحد دماغك بكرة دي يتحلك بدل ما حرق اولك فاهم اقول لا انت يا خوال اللي بتنفخ اسمك ايه محمد احمد الخرصاني احمد الخرصاني ايوة وزير الصح ايوة ايه يا اهلا يا اهلا بقى ان عليك الصحة مبسط اما أنا عليكم انت قاعد في البيت قيبهاات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فها عالبلاط وكياس الدم الملوس واللي انت عارفه يمكن يمكن حد يهتم اوكي 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 وانت يا خوى يا اسمك ايه اسمي ااميري مصري وبيدلعوني بيقولولي يوقل عب سلام احنا بنستزرف يا دي انت ولا ايه مش بستظرف والله حلقك أشرح لك الموضوع شرح لي يا خون؟ ماما كنت عايزة تسميني أمير وبقى أعايز تسميني وائل ادخل أمي كنت حامل في شهر الرابع فماما مش عايزة ألعقى يا ست حامل يعني فقال خلصني سميه أمير ونجدب عليها لما خلفتني جدتي أم بويا ما بتحبش أمي أساس فقال خلصني سميه وائل فأم تقول لا أمير ودي كل وائل أسكن بقولك أقولك أسكن أنا مالي أنا مالي يا رزيب أنا ما أحب أن دعك أقولك آه يا جلال يا جلال يا جلال شكلك رخم وسنتك سودة أحب أن طيين معايا أنفخ عايزك تنفخ وما عادي أنت لمساعد ما دخلته شكلك مستفزني هم يا شكلاء سنة سودة اسمك إيه يا فرع شيهاب عبد الحميد النجار هو يا هاضي يكون اللبان هو وزير الدخلاء فضل الاستراحة سعد الباشي فضل لاحظة واحدة لاحظة واحدة لافعش تعطي دي هاتي يا بنت انت ما نديله ولا حاجة هاتي حاجة هاتي يا بنت الله يا خبير فضل استراحة فضل فضل اسمعي هادتا وهو اسمعي يا حبيبي أن اللي جايبني هنا ما قالي وزير التربية والتعليم شخصيا يعني لا يهمني ابني فلان ولا ابني تيرتان طبعا الكلام دي مش لك انت استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا استاذ رمضان قلت له انا بحبش الحلفان انجز عايز مني اه قال لي العيال ده هون امانة في ارقابتك وانا يمكن اخون الامانة يعني لو انتم فاكرين ان انتم مسنودين اني كمان مسنود اهلا اهلا يا حلتها اهلا كنت فان يا غندور انت والشاملولة اصلي جيجي مخند من جيجي ده هي؟ هيا ده هي؟ اهلا يا ستة جيجي كنت فانه وسابين الحصة الا تقفل الموبايل ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي الموبايل انتم سابين الحصة وكنت فانه انا اطلاقها جبس انها كان واضح يوضعها وانها اعتقدت على اقرارها لقد قمت عبرها اقول بما تفعلها حالا حالا إذا كانا على كدي برائ تب يا بتر ليبينا اليوم قديماني كمشي يالله يا أخوى مشي امشي تبتشوه يا ألا شكلك نسيت التحليق الذي في السوق تجري ايوه كدي ناستخب ما تختشيهش اسمعته هو هوي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنح هاعمل لكم تحام مستوي هاضر باديان ايه يا باشا؟ مش لاقي الكتاب انا مش لاقي اه؟ كتاب مش معايا ايه بسترونو سقط؟ ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايزة ان انا هتحبس تفرض لي باشا وحشتيني او يا امي ربنا كرمني واسكنت جنب اولياء الصالحين ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحج طاها تعالى يا شريف يا خرصان اهدي صفر يلا غور في دهية تعالي انا بصفر كلكم ايه ديف ايه ايه يا رمضان عملت احد في الكريس ايه؟ هتجنن يا عمطاه هتجنن خلاص الحائلات بقت بتستعرم اللغة العربية خلاص اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفر وبرة بقى بيرتون انجليزة على طول ده العيل ونفس النوم كنت حافز الفية ابني مالك طب يا اخ روى كده امال وقرب منهم صاحبهم شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكرة اقرب من مين بس يا عمطاه ده الوضو البنتي من دول واني بس راح في الفاسك يعودوا بصين لبعد كده كان نفع كورنيش يا خبر يسويح ابصل بينهم يا اخي فصلت يا اخويا فصلت باوا شغالوا البلوتوس على التليفون تليفون؟ خد منهم التليفونات؟ وحياتي النبي خدتها ورميتها باوا يعملوا تشاد تشاد؟ تطلعي تشادي؟ ده موال كبير مالكش دعو بيه انت الكمبيوتر خرب الدنيا كمبيوتر يا خبر يسويح البت بت طول النهار قعدة قدامه روح يلحق ابنتك روح ايه دي؟ مضاف إليه مرفوع بالضمة؟ في شارعينين دي يا ابن عم حميد يا نجار نجار؟ ده ابن وزير الداخلية ايه يا شهب ابنه؟ بس وزير الداخلية على عينه وعلى رأسي إنما الصرف والنحو ده مسؤولية تاني عازم بيامين أبداً لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط أهلك ومش هيهمني عنوانه ايه وزير الداخلية يا عم طاعة؟ لا 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 ما تطورش يا رمضان ده وزير الداخلية انا ما تقنطيك بتكريل ده وزير الدخلية لازم تعرفوا التموعها فلمين؟ انا الاستاذ رمضان بمبروك فبعل عدم إن شأيي ن liking واني اللي كنت محبكي هو المضافع ليه ده البلغتي انا مالي انا بشكورك والله عن المعاملة الطيبة الف شكر مع الوزير ايه معاليك مع أسعادتك اكيد يا فندي هنوصل أستاذ رمضان لحد باب البيت اكيد يا فندي مع أسعادتك يا فندي مع الوزير يا باشا ازاي معاليك الف شكر على الاهتمام ده ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخليه شهاب شهاب لا هو ولا حد في المدرسة هو غلط في المضافع ليه ايوة هو رفعه ووزارة التعليم وصرة تجره انا من رأيه الداخلية تتدخل وترفعه ولو الداخلية رفعيته الشعب كلها رفعه باشا ايوة المرحلة السنية اللي انتوا فيها دهيا اسمها العلمي مرحلة البلوغ يعني ايه البلوغ يعني هناك تغيرات فيسيولوجية بالنسبة للبيت او للولد البيت توقف قدام المراية تلاقي نفسيها بتتغير وفيه حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبري انما الولد مش بيحتاج مراية هو يدوب شوية شعر معافة ان يطلعوا له في ده انا اقول لبش انا بوه ويبتدي يجعر في البيت زي البجرة وابه قاعد نروش لازمي يقول لغلبية راجل اربط عندك اربط عندك يا اللي بتبوس ايه فاتي يا اخي تريني ايه ايه صورة فضيحة لا دي نجلة نجلة مين يا غلط دي صورة فضيحة نجلة لا مش نجلة دي فضيحة بقول لك فضيحة انت بتعرفاش نجلة وقت لما تبقى لبسك ايه تبقى نجلة ولا فضيحة لا فضيحة اديك قلت ايه يبقى انت ايه بيجيب صورة فضيحة فول فصل يبقى تستاهل ضرب الجيزة بقى اللي لا استاهل يبقى انت اعترفت على نفسك بس في حاجة شهاب كمان مع صورة ايه يا عمت ايه ما تخليت في حالك يا عموة انت ملكمانيا ايه انت معاكسه ايه زباعة ايه زباعة ايه زباعة ايه اخلص يا عنا اقل هنا انا ماخد عمر ان انا ربيت اعرف فينو الصورة اللي معاك اخير اخير واصغر حتى ما هي يا عموة ايدي يا عموة ايدي يا نهاركم اسودية هي الولية اه بس اينا مسدريها وتانيكت موطية ده عشان اعرف الله 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 هي الوليدي تفشت فيكم ولا ايه خليك انت يا عقل يا ابن العقل ملكش دعوة بيهم اه دول عيال صيعة دولوا هيتربتوا ان شاء الله يا امير يا ابن الامري وريني وريني يا نهارك اسود يا نهار حتى انت حتى انت نتنيني يتقابكم سودة وحياتي النبي اللي هجيب البوليس مش عاوليها الامور ايه دي الوليدي هين عامل جماعي ولا مرشح ده مسير مجلس شاهد وريني وريني معاك انت كمان لان مع السورة طب انت هتجيب سورة ليه ما انت فعليك التسبيل انت رمي هنا انت رمي وانسلتها هتجمي لهاية ده انتو نهار ابوكو اسود انا ماغزة يا جماعة انا ماغزة انا بجرب خارة زنطي خليكم في شغلكم الواحد هيتفرس بقول لك ايه اوه استاذ فريد معلش انا عطلق معلش هو من في المدرسة هينه بيدرس للاولاد دين لا الدين هنا اختياري موش اجباري اتاري العيال طلعة قليلت الدين ممشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية استاذ فريد انا سميحة بتقول رمضان هي تقصدنني ولا بتتكلم ع الشهر الكريم لا دي بتسأل حغرتك اذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي حفلة الهال ايه؟ الهالوين بتاعت السنة دي وايه الهالوين دي ده حفلة بتتعمل كل سنة في امريكا واحنا احتفل بها لايه يعني هما الامريكان بيصوموا واقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير سينة هي امريكا حشرة نفسها في كل حاجة كده دي حاجة عجيب قوي استاذ رمضان موجود؟ ايوه يا ست اني الاستاذ رمضان مبروكة ابو العالمين حمودة وديه الاستاذ فريد صديقي وديه اللب توب بتاعك كنت عايزة حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمعت اني تحت امرك كلمتين على ايه؟ على انفراد لو سمعت اظن الجملة واضحة على انفراد يا استاذ فريد بسك ان عندي شغل على اللاب توب عندك شغل على اللاب توب؟ خد 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 يلا يلا السلام سوري السلام ده بان عليها يطلع صيد اخي فضلي فضلي يا سيدي اهلا وسهلا شكرا مرسي سكارك قد ايه لا مرسي شكرا ده ازاي ده كلام انت فضلي الاول مشاكرة قوي مرسي طيب خير انا مامة الطالب اللي عندك امير اللي في الفاصل اه امير مش عاجبني يا امو امير ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد ابني حيدامين يا استاذ رمضان هو بيعمل ايه يعني نوريني واغمشتيني قول معلقلي صور المطربة دي اللي اسمها نجلق واجتي وطول الليل والنهار مشغل كلفاتها واغنيها وكل يوم سهران عندها مرسي لاف في النايت كليب اللي بتشتغل فيه واخر حاجة عاملها مد ايد وسرق سرق البروش بتاعي عشان يقدموا لها هدية حرامي ينهل اسود طبوه فين يا امو امير في دبي اه دبي ماه ديه اللي ضيعني انا لجقتلك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك ألف حساب ارجوك انقذوا من البنت دي ارجوك خير يا عم طه فيه ايه؟ فيه واحدة ست مستنيات جوه باين عليها ست مهمة قوي الدنيا تقلبت اول ما دخلت الشارع فتحت لها ودخلتها ربنا يستر ربنا يستر السلام عليكم عليكم السلام استاذ رمضان ايو فان انا بقى مامة شهاب طالب عندك في الفصل شهاب مش عاجبني يا امو شهاب ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص ايو ايو وطول الليل ما بيذكرش ولا يفتح كتاب وبيسمع اغان البيت اللي اسمها نجلاء واجدي دهيا ومعلق صورها بكل حيطة صح؟ وابوه في دبي كمان لا لا بابا مش في دبي يا صاح ده ما ينفعش ايه بقى يسافر دبي ان شاء الله وانت ايه اللي عرفك يا اساس رمضان يا هانم انت جالي دلوقتي عشان انقذ ابنك من مطربة اللي اسمها نجلاء واجدي صح ولا لا؟ فعلا صح بايه اللي بتعمله ده؟ دي فحلي بصة لا يفكرك بقام البلد يا باشي انت بصراحة لازم تيفتر مش معقول قهوة على غير الريح لا 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 بسك شعب بسعب ما تحرم بيش يلا يلا اهمالك ميه ميه ليه؟ ميه ليه؟ بتعمل ايه مجلول انت؟ اجري قادم تعتشو اتميه ميه ليه كله ليل باشي اقعد يسألوا اتمرأة على حد ما يموت في ايدينا روح اتميه هالفهاني طب صراحة مش هجيبني يا باشي وبعد انا انا عارف ايه اللي مزعله؟